في حكاية كمان السؤال اللي تسأل النهاردة للكابتن حسام حسن وعرض لكم المؤتمر الصحفي بعد اللحظات السؤال الأهم يعني هو مين اللي هيلعب بكرة الشناوي ولا شو بيده وبالمناسبة السئلة دي بحسها نسبيا مش منطقية مش بقول خاطئة بس عادتها المدربين ما بيقولوش على تشكيلتهم أو اللعبة اللي هتلعب قبلها بيوم هو بيجهز وبيشوف ويشوف اخر حالة للعبين اللعبة نفسها على فكرة غالبة ما تبقاش عارفة التشكيلة قبلها بيوم يعني ممكن الصبح يبقى يعرفوا التشكيلة فمش منطقية باستثناء يعني قال له أنشلوتين اللي ممكن يقولك التشكيل من أسبوع يعني ويفرقش معاه مصطفى شبير ولا الشناوي هقولك المعلومة هقولك المعلومة دلوقتي الشناوي ولا مصطفى شبير طبعا النهاردة كابتن حسام تكلم رد دبلوماسي صحيح مية في المية قال الأربع حراس اللي عندي جاهزين ده كلام محترم بس احنا عارفين الحكاية ما بين الشناوي ومصطفى شبير كابتن حسام يميل للبدء بمباراة الغد بمحمد الشناوي هو شايف محمد الشناوي خبراته أكبر مع منتخب مصر الشناوي لعب مباريات كثيرة زي دي الشناوي في التدريبات ماشي بشكل كويس فهو مائل أو ميال لفكرة إنه أبدأ بمحمد الشناوي نحاة تانية كابتن سحفاني الصغير مداري حراس مارو منتخب هو ليه رأي آخر إنه مصطفى رجله في الملعب ومصطفى متقلق الفترة الأخيرة مصطفى شبير فممكن هو اللي يبدأ هل تحسم هذا الأمر لم يحسم حتى هذه اللحظة وإن كان الأقرب بما إنه رأي المدير الفني إن الشناوي هو اللي هيبدأ مباراة الغد أمام بركينا فاشف في كل الأحوال اللي أربعة فعلاً أربعة يبدأوا المباراة عادي لو قلنا ديقنا شوية الاخترارات ما بين الشناوي ومصطفى شبير اللي اتنين أمان إن شاء الله أي واحد فيهم يلعب يبقى يمسلنا بشكل رائع ومميز